بيقوله في دراسات يا دكتور رشا بتقول ان في اكتئاب الأجازة يعني ممكن واحد ياخد أجازة ويجيله اكتئاب من الأجازة مش حبا في الشغل هو كلمة اكتئاب كلمة كبيرة شوية ان احنا يعني نقول على حاجة زي دي بس ممكن نقول زي ما قلت لحضرتك يجيله ملل يجيله زهق يجيله اللي هو بقى أنا كده كده قاعد مش بعمل حاجة بس هو يجيله انت انا جدت لما بطول ساعات مثلا بيقى في حالات قرق لأما هو بس لو طالت وانا عارف يعني استمتع بيها صح وقسمها صح بالظبط مش هزهق عمري ما هامل وعمرها ما هتضريني نفسيا لكن العكس زي ما قلت لحضرتك في البداية انا ممكن اخد يومين بس أجازة ويدروني لان انا انسان عشوائي مش مخطط لها وبعدين فيه أجازات معروفة يعني مثلا أجازة العيد اللي كنا فيها مثلا احنا اسبوع فاسبوع ده أجازة العيد انت معروف ان انت تاخد اسبوع طب انت لازم بتخطط من قبلها مجهز نفسك اه مش زي ما تيجي تيجي وبعدين يرجع وقلوك احنا ما بقيناش بنحس بالأعيات زي زمان معلشان انت تخليت عن طقوس الأعيات يعني مش هنتكلم في اللي فات قوي بس عمتا احنا لسه قدامنا فرصة يعني الناس اللي ما لحقتش تستمتع احنا نهاردة الأربعة فيه باقي الخميس وباقي الجمعة لو يوم واحد انت تقدر تلحق تعمل فيه حاجة لنفسك انت انت قادرة ايه اللي بيبسطك ومش ما تبصش لغيرك نسبية شوف انت محتاج ايه واعملوا في اليوم ده وحاول تعملوا لانك لو ما استفدتش من الأجازة حضرتك الضغط النفسي ده عبارة عن ايه انت عملت اخد في طاقة سلبية عملت اخد في مشاكل عملت طول وقت تشوف صراعات مسئوليات عملت اجتمها كلها فوق بعض اما بتيجي الأجازة المفروض ان انا بعمل حاجات علشان افرغ الحاجات السيئة دي كلها وابدأ اتنفس بقى كده بالراحة وابدأ استعد ان انا واجه الواقع من تاني اعتبر الأجازة دي كده كأنها خيال فاللي ما بيعملش كده الكوباية مليانة اساسا صحيح هترجع بقى الشغلة تتخاني مع دبان وشك ومش هتبقى هتستقبل كل حاجة بطريقة ومش صح ومش صح